انخفض صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 48 مليون و300 ألف دينار الانخفاض ناجم بحسب بيانات بورصة عمان عن الفرق بين قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي والبالغ 139 مليون و100 ألف دينار كما سنلاحظ على الشاشة مقدار صافي الاستثمار هو 48 مليون و300 ألف دينار الأسهم المباعة كانت 139 مليون و100 ألف دينار والأسهم المشترى كانت 88 مليون دينار وحسب الجنسية أظهرت البيانات أن المستثمرين العرب اشتروا أسهما في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 62 مليون و800 ألف دينار أما الأسهم المباعة من قبلهم كانت 88 مليون دينار أما المستثمرين غير العرب فقد اشتروا أسهما في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بقيمة وصلت إلى 34 مليون دينار أردني والأسهم المباعة من قبل غير العرب كانت 51 مليون و200 ألف دينار ونتيجة لذلك تبلغ نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في أشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أذار من العام الحالي حوالي 51.1% القيمة أو الإجمالي إلى القيمة السوقية العرب كانت حصتهم 36.6% غير العرب 14.5% وقطاعيا بلغت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في أشركات المدرجة في البورصة في القطاع المالي كما نلاحظ 55.3% طبعا جميعها إلى القيمة السوقية الخدمات 18.9% الأخيرا الصناعة 62.7% أشتركوا في القناة